بسم الله الرحمن الرحيم كنز عظيم من كنوز السنة العالم وأكثر الناس روى النساء وابو داود وتنبيثي وغيرهم بسند صحيح من حديث أوس بن أوس صلى الله عليه وسلم انغسى اليوم الجمعة واختسى وبكر ابتكر وادهن من تيب أهله ومشى ولم يركب ودنى من الإمام وعنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة عملوا سنة أجروا سيامها وخيامها لذلك وخصوصا الشباب كيف تلقى الله سبحانه وتعالى ومعاك مليون سنة عبادة مليون سنة الصيام ومليون سنة قيام وتجلس في الفردوس الأعلى على منبر من نور في الصف الأول وتتكلم مع رب العميل سبحانه وتعالى مشافهة واجهة لوابك كما أتكلم معكم الآن وتكون ملسقا قريبا جدا من رب العميل سبحانه وتعالى وتتمتع أعظم المتعة ويكون لك أعظم الشرف تعمل زي ما بعمل أنا بعمل إيه أختسل برجع من صوات الفجر من المسجد أختسل وأنزل على طول أروح الجامع وأعد جنب باب الجامع لغاية ما الباب يفتح بعد بعض الناس هتقولك هنعمل الكلام ده إزاي والمساجد مقفولة عشان كلمة تغسل أو اختسل معناها تخسل الرأس تخسل الجسد وده شرط مهم وبكر وبتكر شدة التبكير تروح في الساعة الأولى ليه الساعة الأولى؟ قال عليه الصلاة في الحديث الصحيح من جاء إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كما نقدم بدنها ومن جاء في الساعة الثانية كان كما نقدم بقرة ومن جاء في الساعة السالثة كان كما نقدم thing أو من جاء في الحسرة 5 member كان كما نقدم دجاجة أو من جاء في الساعة الخامسة كان كما نقدم بيضة الناس هتفتك إن يعتقدون أنهم مبكرون ويأتون قبل الصلاة الجمعة في الساعة أو بساعة نص وفاكل نفسه مجتهد وبكر بلاكس انت متخّر جدا أتجيت في الساعة الأخيرة أتج curated في الساعة التخد فيها بيضة أو بكتير أو دجاجة وليس هتأخذ بكل خطوة قيام سنة أو صيامها أو عمل سنة كاملة ومن تعمل إيه؟ أنت لازم تروح في أول ساعة مثل هذا مذب الإمام أحمد ومذب الإمام الشافع الإمام أحمد قال الساعة دي بعد السطر فجر على طول لكن الإمام أحمد وده رأي الأصح أنها أول ساعة بعد شوخ الشمس بمعنى أن تعدك ستين دقيقة بعد شوخ الشمس لازم تكون في الجامع قبل أن تنتهي الستين دقيقة من شوخ الشمس تشوق الساعة خمسة مفوضة تكون في المسجد قبل الساعة ستة المساجد مقفولة واحد علماء الكبار من أكثر من ألف سنة قال أن أول بداية عصرات في الإسلام هي غلق المساجد في يوم الجمعة مفوض المساجد تفضل مفتوحة بعد صلاة الفجر لكي ترجع تختصر و تحرايح على طول الجامع ما تعمل؟ و هذا ليس كأحد خيارين تعمل كما أعمل و هذا الأفضل و صح تذهب وتقعد جنب الجامع في أي مكان تستنى لما الجامع يفتح الساعة 9 أو 10 وتخش وتقعد في الصف الأول لماذا تقعد في الصف الأول؟ لأن الذين يقعدون في الصف الأول سيجلسون في الصف الأول في يوم القيامة على منابر من نور قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود يا أيها الناس سارعوا إلى الجمعات فإنكم ستجلسون يوم القيامة على قدرة رواحكم إلى الجمعات و لو قالوا أنه ستجلسون في الجنة ستجلسون في الجنة يبقى أنه ستجلسون في الجنة كما نتحدث معكم الناس التي تقعد في الصف الأول ستقعد في الصف الأول في كل يوم جمعة وهو يوم المزيد على منابر من نور من لاسيخين للب العالم يبقى يبقى أنت لو عملت هذا الكلام في كل يوم جمعة وبكرت صليت الفجر لم تقعد في الشارع والله أنا بروح بلاقي رجل أكبر مني في السنة بعشر خمسناشرة سنة بيبقى مع عصايا بيبقى ماشي عليها بقى ساعة قاعد مستند على الشارع لو مستنى الجمعة يفتح الساعة سبعة أو ستة صبحت بقاعد مستنى لغاية الجمعة يفتح مش قادر تعمل كذلك وتقعد في بيتك وتستحضر أنها كأنك قاعد في الجمعة بعدين تنزل الساعة تسعة أو ساعة تسعة ونص تقف على بيب الجمعة لما يفتح الجمعة الساعة عشرة وتخش وتجري تكون أول واحد يخش الجمعة وتوت في الصف الأول لو عملت كده كل أسبوع لو عملت كده كل أسبوع رايح جاي بس أهم حاجة تمشي ما تركبش ومتصليش في الجمعة لجنب بيتك متصليش في الجمعة البنجرة اختر مسجداً كبيراً جامعاً يعني أنا بصلي في مسجد كبير من أكبر مساجد الإسكندرية الساعة بتاعته أكثر من ألف مصلي ويكون مسجد بعيد ليه؟ عشان تبشي ألف خطوة ألفين خطوة لأن أعظم الناس ثواباً في الصلاة أبعادهم ممشاء هتمشي ألف خطوة رايح بعدين أنت راجع ببيتك ألف خطوة جاي يبقى تكده مشيت ألفين خطوة هيتكتب لك عمل ألفين سنة ثواب عمل ألفين سنة أو ثواب الصيام وقيام ألفين سنة هتكرر الكلام ده كل أسبوع يبقى في الشهر هيتكتب صباب 8000 سنة عمل أو 8000 سنة عبادة أو 8000 سنة صيام أو 8000 سنة قيام كأنك عشت 8000 سنة صمت الليل وقمت النهار ده في الشهر طب في السنة 80 ألف طب العملت الكلام ده عشرة سنين 800 ألف سنة عبادة فنزلك الشباب الصغير عنده فرصة عظيمة جداً يبقى كلم الشباب الصغير اللي عنده عشر سنة أو تلاتين سنة لو عملت الكلام ده كل أسبوع هتلقى رب العميس سبحانه وتعالى معك مئات الملايين من السنين من الصيام القيام أو العبادة وربما مئات الألاف من السنين أو مليون سنة أو أكثر و هتكون من الأهل طبعاً ممكن هتلقى رب العميس سبحانه وتعالى مع مليون سنة عبادة أو حتى مع مئة ألف ألف هتكون من الأهل في الضوص الأعلى إن شاء الله الميزان سيكون عامل الزهم والقيامة هتتخيل معي و هتقعد كل جمعة على منبر من نور بالصف الأول وتتمتع بروئة راب العميس عن القرب وتبقى زي الشمس إنك هتأخذ من هذا النور وتكون أعظم الناس نوراً في الجنة وأعظم الناس تمتعاً في الجنة تشوف الصباب العظيم لذلك اللي يعرف الكلام ده ما يعملوش هندم أشهد النادى ويخسر خسارك بله جداً من الأيام ف يا ريتك راح بيسمعني دلوقت قاتل لو درتك تعمل زي أعمل تنزل تقبأ بالجامع وتقعد لأن الصباب العبادة عظيم جداً قال عليه الصواد والسلام في những الحديث الحديث من الحائد المتقبحة адelinة في كتاب العظيم كيف كانر العمى ليس من أعياد أماتى ، عيض أفضل من يوم الجمعة وتسبيح في يوم الجمعة أفضل من ألف تسبيحة وأطراً من ألف الرقع أله من عمر صلاة التسبيح في allí أنا أصلي صلاة التسبيح في كل يوم جمعة لأن صاب عظيم جداً لأن في الآمة الأعادية في القيام القليل ا texted effective لكن في اليوم الجمعة كل خطوة بقيم سنة وصيامها وعمل سنة كاملة ما لماذا�도 ؟ لانه تسبيحة يوم الجمعة أفضل من الاف تسبيحة ورقعتين يوم جمعة أفضل من거ột잡 mue supercomputer لانه تم 한국 Behook Lyragh Murph ok ومدخل الجنة ومدخل الجنة وممصت بالجنة وممحك حاظبت الرائح ويمتول الجنة وهذا يوم الجمعة التقديقacje هو ليلة القادر الاسبوعية اليوم الجمعة.. هو ليلة القادرالالاسبوعية يا ر Clearly يمكن بما تزمعها دلوقتي. انتهز الفرصة العظيمة دي حتى لا تندم من القيامة. اعمل لاخد. اسكوت عيز تبقى من اهل الفردوس الاعلى وتجلس على منبر من نور في الجنة كل اسفوع. كل قولي هزا استفق الله.